طبعا هتكلمني على الفرقة وعن أداء الفرقة وعن شكل الفرقة واتكلمنا في الموضوع ده مبارح كتير جدا البعض الحقيقة مبارح لمني لما أنا أتكلمت على نحن ما كناش كويسين أو أنه قد يكون لنا ضربة جزاء وقد يكون الهدف صحيح لكن قالوا لي وقد ليه ما إحنا لنا ضربة جزاء ولنا هدف صحيح ما محصلة بعضها أقول لك ضربة جزاء أنا الحقيقة عشان أكون أمين واللي أنا قلتم بارحنا مش عغال رأي أنا شفتها بالحس بتاعي آه في ضربة جزاء لكنه الفيديو التصوير اللي عملوا اجتماعات وجابوا رئيس مجلس الأمنة وجابوا المشرف على البرامج الرياضية وجابوا المخرجين وجابوا البتاع والزاوية من وراء والزاوية من قدام حلو طب ما تجيبها لي بقى ما هو أنت حضراك لو جبتها للرجل بتاع الفر هيعرضه على الرجل الحكم الحكم هيدي بنالتي بس هو ما عندوش لقطة تأكد قالك بنالتي بس التصوير ما تفهمش بيبقى ايه الأخطاء يعني هل المخرج يعني مش عارف يسيطر على المصورين آه فيه أخطاء فيه شدة أو لكن هتعرف تحكم عليها كده ازاي هتعرف تحكم عليها ازاي ما حضراك قولي مش هتعرف تحكم عليها خالص تصوير وحش بمنتهى الوضوح ولما بقول التصوير وحش ناس بتزعل مني ازعل ما انت ساعد تقولي انت يا كابتن انت الخبر ده غلط وانت ما نهاردة ما كنتش موفق اقول لك انا عاسف حقك علي فالتصوير ما جابش كورة بتاع الترامي ربيع حدث اختلاف الغالبية العظمة اكدت ان الهدف صحيح والبعض قال انه مصصحيح ودي اراء بنحترم هنا او هنا انا في النهاية انا عايز اخد حقي مش عايز اكتر من حقس وانا كنت وحش وكنت كويس دي مش بتاعتك دي بتاعت المدرب لكنه على الاقل اخد حقي وده لم يحدث بالامس يعني فلكنه انا بتكلم على جانب فني النادي الاهلي عنده قد كده عشرين مرة النادي الاهلي قادر انه يفوز وديك شفت النهاردة الدور العام المصري بيفوز على بيرامدز واحد صفر لتصدر البطولة زماريك بيفوز على المحلة في المحلة اربعة وقف بس شوية بقى شوية بس سيكة كده يعني سيكة صغنونة يعني مين مدارب غزل المحلة؟ أيوة كابتن احمد عيد عبد الملك راجل زمال كاوي عظيم وراجل محترم وراجل لعب للمنتخب ولعب للحدود ومدارب من المداربين الكويسين يعني طيب ايه اللي حصل في اول دي طرد لعب من غزل المحلة وهو طرد مستحق انا اللي بقول لحضركة وهو طرد مستحق المباراة غيرت تماما باعتوان سايد جيم وازمالك هدفين فهدفين بس اربعة صفر انا عايز بقى اقول واسأل لو انه مدارب فريق غزل المحلة هو مثلا كابتن محمد يوسف وكانوا بيلعبوا النادي الاهلي وخسروا النتيجة دي كنا سمعنا ايه بقى وتقال ايه والحدودة بقت عاملة ازاي حد يقول لي حد يوضح لي يعني لكن هو الراجل مدرب هيعمل ايه بيلعب من اول دي اناقص واحد فرقته ومش فحلته على فكرة عشرة قدام حداشر ما اسمحش بهذه النتيجة الكبيرة يعني خالص لكن الزمالك كان كويس وقدى وكان عندهم روح واستغلوا النقص العدد وكسب اربعة هلا النهارده بقى اطلع زي الناس اللي الخي بقولك احمد عيد ومدرب اصلا من الزمالك وسيب للزمالك والخصة ايه الكلام ده ايه الكلام ده اكيد كان نفسي وعمل مطش كويس واكيد 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 لكنه حالة طرد في قول دي حالة لعبت الزمالك كانت كويسة حالة لعبت وما كانتش كويسة والدليل انه لم يصل الى مرمى الزمالك طوال المباراة فانا بس بقول للناس ايه بالعقل كده شوية وبالحنية شاية الدنيا تمشي بشكل كويس لما فتحت ملف التحكيم كمان حرجعتني واقول اهو بوضوح انا من اشد المؤيدين لكابتن ياسر عبدالرقوف من اشد المؤيدين وبقولكم انه كابتن ياسر وكابتن توفيق وكابتن تامر دوري ناس محترمة جدا جدا وكويسين جدا لكنه واضح انه الامر في مصر اصبح يستدعي وجود خبير اجنبي للتحكيم الموضوع اتحسن خلاص يعني وخبير اجنبي على مستوى عالي عايز تجمع حضراتك بينه وبين الكابتن ياسر كالتحاد كرة اعمل اللي انت عايزه استواضح انه خلاص كل الطرق تؤدي الى خبير تحكيم اجنبي يكون موجود في مصر بس انت عايز بقى خبير تحكيم اجنبي بجد يعني واحد ما يعودش على المكتب يعود يخطط ويعمل له واحد ايه يعني مش عايزة اقول ايه مخضرم تعقول كلمة صعبة مخضرم واحد متودك واحد قوي واحد عنده شخصية واحد عنده رؤية يبقى موجود وما اكثرهم على فكرة عشان تبقوا عارفين يعني ويريد بقى انه مع بداية عمل اتحاد الكرة اولا يشوف يستفيد ازاي من كابت ناسر عبد الرؤوف ولجنته لانه الناس محترمة حتى لو كانت هناك اخطاء بتحدث وده عادي جدا وعلى فكرة الاخطاء كمان بتبقى من شخصية الحكام نفسهم يعني يجي لك مثلا حكم ايه والله العظيم ما قصدي حاجة حكم مش عارف اللوايح يعني ايه اه مش مذاكر القانون فيه حكم مش مذاكريني القانون فيه حكم بيخطوه في تطبيق القانون زي ما حدث مبارح مثلا وزي ما حصل قبل كده وزي ما هيحصل بعد كده فيه حكم بيخطوه في تطبيق القانون فيجي لك هذا الحكم هو بيسيء للجنة كلها من اولها الاخيرة يعني مبارح محمد الحنفي صفر هدف والمساعد الده هدف والرابع اكد هدف الراجل بتاع الفار هو اللي جابه فلما بيروح ويرجع بطعب هنا بيبتحصل حدوثة والقصة والليلا يعني فالعايز اقوله انه موضوع الخبير الاجنابي للتحكيم اصبح لا مفر منه ويبدو ان المهندسانة بريدة مجاهز اللي انا عرفته قبل كده انه كان ناوي يجيب كلنا ويجيب بوساكة ويجيب الاسماء العظيمة دي كلها تحاضر ويعودوا الفترات يعني يعودوا اسبوع في مصر يحاضروا يتابعوا مباريات وواواواواوا لكن ما يتردد الآن انه لا ده هما خلاص اتفقوا نهائيا مع عهد خبراي التحكيم سواء كان انجليزي او الماني لإدارة ملف التحكيم في مصر اتمنى انه هذا الامر يحدث ترجمة نانسي قنقر